لا يعاول المهمشون في اليمن من سود البشرة على تغيير ظروفهم السيئة المستمرة منذ مئات السنين على الرغم من تصاعد زخم الحركة المناهضة للعنصرية حول العالم على خلفية وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة خلال توقيفه أول ما تدخل في مجتمع أو حاجة مثل ما كذا يتم التأفاف منك يعني ينحاز عنك يقول لك هذا خادم هذا مثل ما حاجة مثل كذا يعني ومن ناحية المدارس يعني كذلك المثال معاملة الأطفال يعني حقنا هناك في مجال المدارس يعني غير المعاملة أولادهم هناك في حي عشوائي في جنوب العاصمة اليمنية صنعاء يعيش المهمشون وهو الاسم الذي يعرفون به في فقر مطقع ووسط ظروف صعبة للغاية إحنا نعني أكثر أكثر من التفارق العنصري فأن التفارق العنصري هذا هو من سبب هذا كذا ما ندري حكمه على سبب اللون أو حكمه على سبب بشرتنا لما هي سمراء أو سوداء وكذا فليس أنه معطلنا أي حقوق من هذا الحقوق لكن الآن جاء الوقت إن شاء الله أن نوصل على حقوقنا ويعيش المهمشون في مناطق مختلفة في اليمن من صنعاء وصولا إلى عدن في الجنوب وخصوصا في منطقة طهامة التي تمتد من مضيق باب المندب حتى مدينة الحديدة في غرب البلاد وبينما تشير تقديرات إلى أنهم يشكلون ما بين 2 إلى 10% من السكان البالغ عددهم نحو 27 مليون ثم تجدل حول أصولهم العرقية بين من يعيدها إلى جذور إفريقية من القرن السادس في حين يعتقد آخرون أنهم من أصول يمنية